أريد أن أتكلم عن الاتحاد المصري للكرة القدم قبل أن أعدي شيئا مهمة أريد أن أتطرق لها هو إحنا إمتى يا جماعة؟ إمتى؟ هنخلص من أسلوب الإدارة العشوائي للاتحاد المصري للكرة القدم إمتى؟ إحنا بقلنا سنين في الوضع ده يأتي التحاد يفشل تأتي الجان تفشل يأتي التحاد الجديد يفشل هتقول لي ده لسه ست شهور أنا بقى مبارح استوقفني فيديو لأحد أعضاء الاتحاد المصري للكرة القدم عنده برنامج رياضي هو أعتقد إهاب الكوم يعني عنده برنامج في القناة من قناة تلك فالراجل تلع قال كلام استفزني جدا بصراحة يعني استفزني جدا ونستفز كل جمهور الكرة المصرية قال لك إيه؟ قال لك يا جماعة إحنا من دلوقتي نتحاسب والله العظيم الخطأ اللي حصل مع النادي الأهلي غير مقصود وإحنا نعتزل للنادي الأهلي هو فيه أولا تباين ما بين أعضاء الاتحاد فيه ناس بتعتزر وناس بتقول لك لا إحنا مش غلطانين بدليل البيانة اللي خرج عطول بعد مؤتمر النادي الأهلي تمام؟ اللي هو ما بيقولوا فيه لا النادي هو اللي مفروض يطلبوا كلام من ده وحاجات غير يعني غير صحيحة بالمرة وقال لك إحنا من دلوقتي نتحاسب بقى لو فيه خطابات تاني لو فيه خطابات تاني استخبت لا خلاص أسلي بقى خلاص بقى نمشي طب حجرتك الست الشهور اللي فاتوا دول من اللي حاسب عليهم؟ يعني الست الشهور كانوا يتمثلوا في ضياع حق مصر في تنظيم نهائي دور أبطال أفريقيا وضياع حق النادي الأهلي مين اللي حاسب عليهم؟ على رأي زميلة شادي يقول لي مفتاح الدرج القنداية تمام؟ موضوع المنتخب والمدرب اللي جئ مين اللي حاسب عليه؟ والوضع السيء اللي احنا شوفناه مباراة كوريا ومباراة أسيوبيا وكلام مين اللي حاسب؟ أستيبت الشهور دول ما يتحسبوش؟ يعني يا الله نلعب من الأول وجديد؟ هي فيه حاجة اسمها كده؟ مع كامل احترامي وتقديري للشخص اللي قال كده أنا بحترمه وبقدره جدا جدا وأقدر كل زميلة بصراحة والله يعني لكن في نفس الوقت يا جماعة لا ما تستفزوش الناس ما تستفزوش يا جماعة الناس بجد اللي هو انسي خلاص الست شهور احنا كنا غلطانين اصلي احنا مش قصدنا تعال بقى نبتدي من دلوقتي لو حصل حاجة لو فيه غلطة على الاتحاد ابقى حاسبنا طب والست شهور دول مني يحاسب عليهم يعني يعني نقول مين غلطان يعني مين اللي يشيل الليلة لان هي الليلة لازم تتشال يا جماعة اصلي ما هو انت دلوقتي انتو فيه اختبارات اتعرضتوا لها وكلها فشلتوا فيها اللي غلطان مين يبقى الاتحاد ولا الاندية لا الاتحاد ده بخلاف ان تلاقي مثلا رئيس الاتحاد المصري الكورت القدم يقولك مفيش ولا دولار يطلع مثلا عضو مجلس إدارة يقولك لا احنا عندنا موارد كتير يا جماعة تم ترسلكوا على حل وفجأة ما كانش فيه ولا دولار ودلوقتي بنجيب اربع اجانب في الاتحاد مدير فاني لاتحاد المصري الكورت القدم ومدير فاني لمنتخب الاول ومدير فاني لمنتخب الاولمبي او مشرف على المنتخب الاولمبي ايا كان مسماعي ومشرف على لجنة الحكام اللي بالمناسبة وما فعش مشرف لا انت تجيب واحد رئيس لجنة حكام بالمناسبة انا مش ضد الاجانب اللي جايين خالص خالص بالعكس دي حاجة كويس وكنا بندي عليها من زمان وبنتمنها من زمان لكن أنا مش عاجبني خالص التناقض ارسلك على حل أو اتفقوا يا جماعة على صيغة في الكلام يكون كلامكم وحد عشان الناس ما تتحكش عشان الناس ما تستغربش منكم فكلام كله عكس بعض في الحقيقة فجأة دولارات هب زهر ماشي نتمنى لهم يا رب كل التوفيق بقى سواء استمروا ولا يستمروا ايا كان احنا عايزين والله صالح الكرة المصرية مستقبل الكرة المصرية